منذ الساعات الأولى من فتح مراكز الانتخابات في جميع أنحاء تركيا توفد الناخبون على صناديق الانتخاب لاختيار حكومتهم في السنوات الأربع المقبلة الإقبال ومنذ فتح مراكز الانتخابات أبوابها كان كبيرا حتى أن بعض الناخبين جاءوا قبل الموعد المحدد لبدء عملية التصويت صوتت من أجل الديمقراطية ومن أجل مستقبل أبنائي أنتظر تركيا أفضل تركيا ذات أفق أوسع ومستقبل باهر الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات والمرشحون المستقلون قدموا وعودا كثيرة بعضها واقعية يمكن تحقيقها وبعضها الآخر يعدها الأتراك خيالية لا يمكن تحقيقها في دولة ضعيفة الموارد كتركيا كتخصيص معاشات شهرية للأسر الفقيرة وللعاطلين عن العمل وتخفيض أسعار الوقود ومحاربة فساد الحكومة الحالية وغيرها وفق أحب المعارضة وصلنا إلى نهاية ماراث طويل اليوم يوم قرار الشعب وسنحترم رأيه مهما يكون هناك أجواء انتخابية جميلة وآمل أن تجد جهدنا من أجل بصد ديمقراطية والحرية في بلدنا مكانها أما رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يضع حكومته الثالثة على التوالي نصب عينيه فرفع الشعار ليستمر الاستقرار من أجل نمو تركيا ويطمح أردوغان في الاستمرار لاستكمال مشاريعه وإصلاحاته الاقتصادية والسياسية محليا فضلا عن التقدم بتركيا إلى الأمام أكثر عالميا تكلمنا نحن في الميادين واليوم شعبنا هو الذي سيتكلم ليقرر من خلال الانتخابات واستخدام حقه الوطني في عملية التصويت أي حكومة ستقود بلاده أما الأحزاب الأخرى بما فيها حزب الحركة القومي فلم يكن لديها برامج انتخابية واضحة ولوحظ هذه الانتخابات اختفاء الحبر المستخدم لتعليم إصبع الناخبين وحلت الصناديق الشفافة محل الصناديق غير الشفافة في معظم المراكز الانتخابية وكانت عملية التصويت أكثر سرعة من السنوات الماضية جل الناخبين إن لم يكن كلهم يقولون إنهم سيصوّطون للاستقرار والمرشحون يتطلعون إلى فتح صناديق الانتخابات لمعرفة مواقعهم الكل يترقب ويتطلع كيف سيرسم الناخبون مستقبل تركيا في السنوات الأربع المقبلة من أحد مراكز الانتخابات في اسطنبول عبد النصر سنجي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر